أنت نذكر حتى نعرف إنه هذا ريبنيو أول شيء كلمة service إما service بالعموم أو specific حسب النشاط هاي واحد الشغلة الثانية لازم تفهم كمان إنه something completed performed, delivered, completed يعني لازم يحكي لك إنه service الخدمة مكتملت إذا كان في عنا خدمة uncompleted أو incompleted معناته incomplete معناته أنا الخطوة اللي بعدها ما بتكونش revenue It's not revenue Revenue لازم يكون خدمة ومكتملة Got it? هلا أي كلمة رح تمروا علينا خدمة ومكتملة I call it revenues فإذا Performed services, this is revenues حددنا المجموعة تبعتها Revenue وشو طبيعته كريدت كريدت بحديث الآن هاي كلها أشياء احنا نحفظها كريدت هلا لما يقدم الواحد الخدمة تقدم خدمة بقيمة 1100 حجم الخدمات أول إشي كان نقدم خدمة زادت الخدمة تبعته زيادة من نفس الطبيعة زيادة نفس الطبيعة بش مربعات زيادة من نفس الطبيعة معناته بد mesmo خدمة خدمة مكان التقبيق خدمة كلنا كمان قاعدة رح ناخدها لقدام شوي انتو خلال الفصل رح تاخدو تحديدا اربع انواع من القيود 4 types of entries تمام ثلاثة منهم اجباليات اجباليات واحد اوبشنال الابشنال مبسمة رح تاخدو 3 types of entries اول entry انتو عم تاخدو اسمو جونال انتو هاد انتو تتعلمو بيكولت جونال انتو قيد ياري قيد ياري موسيقى موسيقى اللي هو رح تاخدو بشابتر 3 و 4 ورح تاخدو إشي اسمو Closing Entry Closing رح تاخدو بردو بشابتر 3 و 4 اوكي؟ هادا جوغل Entry التاني اسمو Adjusting Entry وفي كما نطلق اسمو Closing Entry اللي Closing ولا Adjusting رح تاخدوهم بشابتر 3 و 4 وشابتر 3 و 4 رح يدخل معكم بالفاينل وش رح يدخل معكم بالميد يعني لحديث الميد شو رح تاخدو بس JournalMid معين؟ طيب هلا كقاعدة عامة خدوها هاي واحد من الأشياء بلخص لكم يا لاحقا قلتلكم إذا كان في عنا كاش بالقيد بل شو بالكاش صح؟ هلا القاعدة التانية كمان إذا مرأ عليكم Revenues اكيد Revenues اعرفوا إنه في Journal Entry Revenues always come Revenues تيجي دايما according to its normal balance كريدت يعني دايما بالقيد اليومية Revenues تيجيك كريدت بس تشوف Revenues وحطك كريدت لسبب إما إنك إنت بتعمل نشاط أو لا مفيش حدا بعمل نشاط سالب صح؟ يكون في performance أو ميكونش في performance في حدا بعمل performance في السالب ما فيها صح؟ بالتالي دايما بيجي بالبوزيتب معلاته according to its normal balance هاي من الأشياء رح ناخدها هلا تدرجين بالأخد بخصلكم شو الأشياء بتريحكم في كدار تلقيل يعني ساعدكم بإنكم تكتبوا القيل أسرع تمام؟ هلا يوجد تأثير مباشرة يعني أنا زي ما بتشوفوا أنا عم بعملكم القيل بلافس اللوقت بحطركم إياهم هل عم ناخده كله كانت المثال ك quant II يوجد رحكائنا تحرك أنت ناكل السلط、 يگذر BU 28 ميال مع الرقم التالي لازم يكون 28 ميال ولاحظوا زيادة أجد البريتين ايرنينز أو السيربس رابينيو السيربس رابينيو في هاي المعادلة جاي بالبوزيتف فزاد الحقوق الملكية بشكل عام فكان 8000 و 1100 و 99000 تمام؟ هاي التحليف ها نجي لـ C كي ديك المرة عشان تقدر من بتو يراجع علي حكاينها وصلي بتأخر شوف تحليل ما شوفو سي شو قايلة PAYED OF THE BEGINNING BALANCE OF ECONS PAID لما يحكي لك المية PAID وميحكي الكاش The method of payment we should assume in it according to كاش يعني it's going to be كاش يعني واحد بدفع فأنا مفترض الدفع ده ما بكون كاش فكلمة paid without anything else محبش حكي لك اشي paid cash فعنا فأنا I assume انه كاش فش دفع تاني عادة الانسان بدفع بالكاش هلأ اذا حكالي حطلي كلمة تاني جنبها من احتوات هلأ paid cash beginning balance of accounts payable يعني قداش كان رصيد accounts payable بالأول مش معطيني figure هلأ beginning balance هاي شافين بالانس beginning balance of accounts payable قداش تحته شافين تحته شو مكتوب 4000 طيب خلينا نكمل الكاش شو الكاتيجوري تبعه لازمة اخرين داما منحدد بحساب ونحط تحته شو ست انواع اخدناها assets liabilities expenses revenues capital وedrobers هلأ الكاش تفقنا على انه دايما assets اي اشي مرة عليكم هون بضل نفس الطبيعة في الامتهاء بتيجي نفس الاشي نفس اللي بتاخده الكاش assets والاسد طبيعتها انه الملاس debit هلأ هو حاكيلي انه الاربع ثلاث payable payable يعني قلب صح؟ شيء قلب معناته عكس credit credit عكسه يعني دائما بنشوف شو طبيعة واذا كان نقصا نعكسه فهو طبيعته debit طالما ننقص ما نقصه ما نقصه credit فالكاش بالقيد مرة بيجي debit مرة بيجي credit حسب الشرط بيكون دايما debit فاحنا الطبيعة نحفظها بس بالقيود بيختلف الوضع حسب ترونساكشن ففي عنا سهي انا راح باللشوفون راح باللش دلقائد عرفين ما كملتوش بس كأنك بتحبي فراغ تكون عرفة الطرف بيش الطرف التالي فلانا بد أترك بد أترك طرف الدبيت بد أروح على الكريدت أكتب إنه كاش لحظه منه بنترك space في الكتابة لما نيجي نكتب فبتحط الكاش كام نقص بقيمة 4 3 هون فراغ نشوف شو هو وهي من جوز من أصعب الأشياء بكورة على الطلاب اللي هي المسميات تبعه accounts payable accounts payable accounts payable خلنا نشرحها شو هي هاي الشركة دا بعتنا الطرف التاني الطرف التاني هو عيل لأنه دفع accounts payable accounts payable ممكن تختصروها مسميها A back slash B في ناس بكتموها A A back slash B كلمة accounts payable طيب هلا هاي الشركة دا بعتنا كلمة accounts كلمة accounts payable هي liabilities عشان بس تذكر هي liabilities بل liabilities طبيعتها طبيعتها طبيعة تبعتها كلمة خلنشوف شو هي accounts payable كلمة accounts بالعربي بسموها حسابات او بسموها اوكي هلا كلمة accounts تعني الـ others مش احنا قلنا في الـ بسموها انو يجب ان نتحدث بين اوكي شركتنا وما بين طرفين صح؟ الـ owners و الـ others الـ others هلا كيبنا نسمو هادا اوكيبنا نسمو هادا اوكيب مش صح بالمشروع يعني صحك المشروع نعرفين ها اسمها مالي هو ايلي accounts او قلتني اسم تالي خلاف مالي فهات others تمام؟ فالـ others الـ others بسموهم accounts لهون تمام؟ بما؟ هلا إذا انا ام going to pay for them يعني انا هون شو صار؟ هادولا بكونوا حسابات سابقة والتزام عليهم الله بيالتزالتزام يعني انا عليهم مبلغ لازم ادفعهم هلا إذا ام going to pay for them I call them accounts payable إذا ام going to receive from them I call them accounts receivable هذا القرص الرقاق اingيرات اخوصنا اعنق عليه آخ哪م أيضا سأجعلهم مِعب Peg.... إذا أصيل منهم مقائفون اخوصهم الموضوعات موضوعات وقالوا لا شوف قبل وبعد قبل كان علي اتزام 4000 وشو آية paid off يعني سدد بالكامل هاي paid off the beginning balance of accounts payable سدد بالكامل الالتزام اللي علي كان علي 4000 صار علي صفر معناته شو صار بالالتزام اللي علي قلب يعني accounts payable نقصت بقيمة 4000 accounts يصيبه بل شو قبيعتها credit ودايماً النقصان عكس الطبيع صح؟ عكسها فإذا كانت هي credit وإحنا بدنا نعكسها بالسالب المعناته بتصير فهذا الحساب بتصير في القيت أنا عم بشرح لأنه إذا مرأت علينا كمان مرة نتذكرها دائماً accounts payable live aid دائماً بس تذكروا هاا شو بتعصي التزام اللي لا هذا التزام علي صار؟ يعني الواحد بدفع الاشي الالتزام اللي علي فعنا هون ممكن نحطها هاا accounts payable debit 4000 شايفين كيف شكل journal date entry credit هنا ونحط currency ومن credit وreferences رح نيجينه بعدين طبعاً بكلوا هاد الأول مرة عم تاتلوا عشانك تشوفوه صعب بس شوية شوية تشوفو الكلمات عم تتكرر معنا هلا شوفو الكاش نقص 4000 احنا كنا كان عنا 28000 صح؟ نقص 4000 كم صار؟ 24000 هاي جينا الكاش 13600 نقصنا منه 4000 صار 9600 منكمل صار 24000 اوكي؟ هلا الطرف التالي لازم يكون 24000 هلا شو اللي تأثر في الطرف التالي؟ لأنو نقصت كان في 4000 نقصت 4000 صارت زيرو صارش علي اي شيء اوكي؟ فهذا نسميه تحليل وهاد كتاب تلقيه احيانا في بعض طلاب بضاير الواقع في الامتحان بكون طالب منهم انو تجورناليز بضاير وقت في التحليل هاد هلا اذا انت بتضايع وقت عشان تحلل وتكتب قيد عمين لكن ما تضايع وقت تفكر جزء من الاجابة انت تحاسب if the question is جورناليز معناته هو حاسبك على هاي بس اذا بدك تحلل عشان حلك بس it's not part of the question عفتو؟ اللي بصير ما بعض الطلاب هم بيحللوا وبيتركوا ما بيكملوا الجورنال فبياختوا صفر بيكونوا عارفين وقيد كمي كتاب بس ما بيكتبوا لأنه ما بعرفوا السؤال شو بتدو فانتبوا على السؤال ما هو مطلوب جلدي 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 Purchase supplies from Office Maps on account 700 يعني هذا شوي طافي شوي أصعب ما كله صعب بتعني شو صعبتو هات؟ ما في كاش الكاش لما يظهر عندك في القيد كتير بيسهلو حتى في كل اللاغ بيأخدو علنات في الميد في القود اللي فيها كاش القود اللي فيها شكاش تلاقيهم ما بيجو موارسة الكاش كتير بيتريح صلوبت هاد السؤال مون ما فيهوش كاش فرح نبلش شوي شوي نحلي لكم في عنا برجات سيبلايز فرح نحلي شوي 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 اشترينا إيش؟ سيبلايز لاحظوا في أشياء تتحرق في الشركة اشترينا سيبلايز سيبلايز تذكروا هون شو عاملها؟ أسس سيبلايز أسس لأنه السورسز بيزنس هذيها فيتر بيزنس هلا أسس هلا أسس سيبلايز ما كان عنا سيبلايز من أصل أو كان عنا بزيدنا بزيد صح؟ كم قيمته؟ 700 والزيادة من نفس الطبيعة شو سيبلايز بيزنس 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 شو سيبلايز بالمقارس المقارس المقارس الموضوع 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 حددنا نورمان بلانس وحكينا نورمان بلانس وحكينا نورمان بلانس فاحنا عملنا بس حاليا منحدد السبكين تدري طبحت تحت كل إشي فاحنا أخدنا السبك وخدنا ندبت صح بس باقي نكتال في النورمان والكاش السبك السبك بضل إنه أنا بدي أحول الترانزاكشن لقيد الترانزاكشن كيف بحول لقيد إنه الحددت هدول هلا بشوف هل زادوا لقل هو أي مشترة برشيز صح؟ سبرايز ما عادوا سبرايز شو صار فيها؟ زادت هيا مشكلة هاي؟ هلأ هاي الزيادة المقصان هاي انت لازم تعرفها إذا انت شو بصير مراك بعض الطلاب بيشيقول صاحب المشروع حاط شو يصير المشروع تسألو 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 ما كان عندي سيبلايز أو كان عنديه وكان بجوز قليل واشتريت اشتريت معناته شو صار فيه زاد الزيادة دائما تأتي من نفس الطبيعة هذا ديبت معناته الزيادة بدي يكون هو ديبت هلا هو ما بحط كلمة Asset Voliability بحط اسم الحساب بالضبط بالتصنيف تبعه فطرما هيك شو بقول ديبت سيبلايز بالقيد طرف مدين ديبت وكريدت هذا نسميه simple entry بالقيد البسيط في عنا الـ compound entry ممكن يكون مور دا مور دا مور دا مور دا واحد منهم بحيجي اكتر بس المهم بحيجي اكتر من اثنين بالقيد شو بعمل باجي للسيبلايز سيبلايز حطيت الدبت دا دا ما في القيد نحط الدبت بالاول بعدين ندرك space ونجري كربت تمام فالسيبلايز دبت بقيمة 700 هاي دبت ساعد فالسيبلايز فالسيبلايز فالسيبلايز